ومن لندن ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الدكتور كامل حواش الكاتب والمحلل السياسي دكتور كامل إذن الحكومة تطلب من البرلمان إعطاء مهلة لميلي إعادة سياغة ربما اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي هل ما يقدر على إعادة سياغ اتفاق جديدة؟ هي أولا أن تحصل على ذلك بعد هي قد تطلب ذلك من البرلمان الإسبوع القادم وذلك لأن من المفروض أن يتم تصويت على ما حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي ومفاوضاتها يوم 13 الشهر ولكن من الواضح أن ليس هناك وقت كافي لتحصل على أي تعديل على الاتفاقية ما زال الاتحاد الأوروبي يصر بأنه لن يكون هناك تعديل على الاتفاقية وقد يكون هناك طمأنة فقط أي رسالة ليس لها أي صفة قانونية وإذا كان هذا ما تعود به مي إلى البرلمان فلن تحصل على موافقة على اتفاقيتها وقد تطلب بعدها تمديد الفترة للحصول على تعديلات ولكن في الواقع ليس هناك أمل بأن تحصل على التحديل على الاتفاقية نفسها ولكن لدى مي أيام قليلة فقط هل هي تستوعب ذلك؟ هل مازال بإمكانها ربما التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وهو يرفض أي شكل من أشكال حوار جديد أو تفاوض جديد؟ يعني ما يتخوف منه البرلمانيون بالذات اليوم سمعت العديد منهم يتحدثون هو أن ما تحاول أن تفعالهم هي العد التنازلي نحو 29 مارس تستغله فقط لتأخير لرمي الكرة للمستقبل وتأتي وقت مثلا قبل أسبوع من 29 مارس تقول لهم إما اتفاقية أو الخروج بدون اتفاقية وهو ما يرفضونها أي أنها تحاول أن تستعمل عامل الوقت للضغط على البرلمانيين للموافق على اتفاقيتها وهذا ما في الواقع يؤجج الخوف من أنه لن يكون هناك اتفاق لأن اتفاقيتها كما هي الآن لن تمر عبر البرلمان إذن دكتور كامل يعني مستقبل انفصال بريطانيا بات مجهولا كما قالت كريستين لغرد اليوم هل فعلا ما بعد الانفصال بات مجهولا وليس فقط هذا الانفصال؟ نعم لأنه إذا تم تأجيل الخروج لـ 29 مارس فهذا أولا فعلا يعطي فترة لإعادة التفكير بكيفية الحصول على اتفاقية ولكن أيضا قد يوصلنا إلى تاريخ الاتخابات الأوروبية البرلمانيين للأوروبيين من بريطانيا في الوقت الحاضر ليس هناك لهم مجال أن يخوضوا الانتخابات ولكن مع الوقت قد يشبح ذلك وهذا ما قد يؤجج تخوف البرلمانيين في البرلمان البريطاني هنا في لندن بأنه لن يكون هناك خروج لفترة طويلة وهناك حديث عن انتفاقية قد تصاغ بين تريزا مي وجرامي كوربر الرئيس حزب العمال ولكن أيضا لست متأكدين من ذلك فهو الواقع الغموض ما زال هو سيد الموقف في الوقت الحاضر وهذا ما يجعل الوضع الاقتصادي في بريطانيا الشركات تتخوف جدا من عدم وضوح الرؤية التي تؤثر على عملها من لندن الدكتور كامل حواش الكاتب المحل السياسي شكرا جزيلا لك